أكد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أنه لا تعطيل لشؤون الدولة بعد تحطم المروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومعه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تأكدوا أنه لن يكون هناك أي تعطيل في عمل البلاد المسؤولون انشغلوا بعملهم بقوة كبيرة بعد سمعهم خبر الحادث وقد قدمنا لهم التوصيات اللازمة هو كل شيء شؤون البلاد تسير بانتظام سواء أمن البلاد وأمن الحدود وكذلك بقية الأعمال التي ينبغي القيام بها على المستوى الوطني من قبل السلطة التنفيذية وعلى الناس اللي يقلقوا